قبل القمة المرتقبة على المركز الثاني صدام خارج الملعب بين بريميدز وزا ميلك الاهل يضع المشهد الاخير في علاقته برمضان صبحي وشريف اكروم بعد اداءه كبير امام لافر فول جماهير ارسنال تتمسك بالنمي رئيس برشلونة مهدد بالسجن بسبب ميسي هيستمر حتى الاربعين السلطان يجدد عقده مع ميلك قبل يومين من القمة المرتقبة بين الزمالك وبيريميدز في صراع الفريقين على المركز الثاني بالدور الممتاز صراع اخر بينهم لكن من نوع تاني الكلام هنا عن النجم الليبي حمدو الهوني لعب الترجل التونسي اللي بيتصارع عليه مسؤولي الفريقين للتعاقد معاه خلال الموسم مقبل نجم الزمالك فرجاني ساسي واللي بيعتبر صديق مقرب جدا من الهوني ربما يلعب دور مهم في انتقال صاحب الستة وعشرين سنة للقلعة البيضاء بعد تقلقه مع الترجل التونسي وفوزه بالدوري قبل نهايته بتلات مواسم لكن اللي انتهت تماما بالفعل هي علاقة النادي الاهلي بحارسه شريف اكرامي ولعبه رمضان صبحي بعد نهاية مشوارهم مع الفريق وبعض المشاكل اللي بين الطرفين خلال الآية الأخيرة النهاردة ادارة النادي الاهلي قررت رفع اسم اكرامي وصبحي من المواقع الرسمية للنادي ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفريق قرار الاهلي جي بعد تصريحات اعلامية لشريف اكرامي خكشف خلالها دوره في اقناع رمضان صبحي بالرحيل عن الاهلي وتحريد اللاعبين على عدم تخفيض عقدهم خلال جائحة كورونا علشان تبدأ علاقة عدائية بين اكرامي وجماهير النادي الاهلي اما اللي علاقته بدأت تتغير تماما نحية الإيجابية بالجماهير هو محترفنا المصري محمد النني لاعب أرسنل الإنجليزي جماهير الجانرز داشنت حملة على السوشيال ميديا للدفاع عن فكرة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق بعد تقلقه في مباراة لافر بول بكأس الدرع الخيرية النني وبعد تقلقه مع فريقه تلقى عرض من سامبدويا الإيطالي على سبيل الإعارة لكن جماهير الفريق طلبت الإدارة بعدم التخلي عن النني واعتبرته هيكون إضافة للفريق خلال الموسم المقبل لو كنت فاكر أن أزمة ليني الميسي مع فريق برشلونة هتنتهي برحيل ميسي عن قلة الكامبنو بس بأنت محتاج تعرف الأخبار الأكثر خطورة رحيل ميسي عن البلوجرانا قد يتسبب في حبس رئيس النادي باشتوميو لو قدر النجم الأرجنتيني من الرحيل مجانا للموسم مقبل وده اللي أكدته تقارير إسبانية بأن رئيس القادم لبرشلونة هيحق له مقادات بارتوميو بتهم التوريط النادي في مشاكل مادية لأن رحيل ميسي بالمجان هيعرض النادي لخسائر مالية كبيرة جدا وبالتالي بارتوميو مهدد بالسجن لو ده حصل لو كانت الأمور بتزداد سوءا في برشلونة فعلى العكس تماما في ميلان الإيطالي اللي بيقدم أداء كبير جدا بعد استنزاف مباريات عقب أزمة كورونا الأداء الكبير ده كان سبب أساسي فيه النجم المخضرم زلتان إبراهيموفيتش اللي عاد للفريق من يناير الماضي وقاده لتأهل الدوري الأوروبي والنهار ده أعلن ميلان تمديد عقد المهاجم السويدي إضافي بعد تسجيل وعشر أهداف وصناعة خمسة خلال آخر 18 مباراة لي مع الفريق وبكده هتستمر مسيرة السلطان في الملاعب الإيطالية لحد الأربعين تقريبا تابعونا عبر منصتنا الإعلامية المختلفة بالسوشيال ميديا ترجمة نانسي قنقر